بدأت تصرفات الاحتلال الاسرائيلي وده مش تقدير انا ده تقدير ناس كتير يعني بتعكس حالة كده ممكن نقول عليها هستيريا مرضية ليه بقول كده الكنيسة الاسرائيلي رايح في سكة انه يعني يبدأ يطلع لنا قانون يسجن اللي يقرأ اي منشور او محتوى في معلومات عن حماس انت بتهذر انت بتقول لا والله ده كلام حقيقي موسق يعني اللي يقرأ حاجة عن الحرب احبسوه يا عم وهنا الاعلام الاسرائيلي بيقول ايه ان القانون ده هيطبق على اللي بيقرأ المحتوى بشكل منهجي يعني هو بركز يعني بشيه مثلا وعد قصده بالصدفة لا طب فين باقي الادلة قالك ان المنشور يكون فيه مثلا ايه كلمات متح تعاطف او حتى طبعا تشجيع الحماس وعشان هم يعني اه حقانيين اوي القانون مش هيطبق على اللي بيقرأ منشورات بشكل غير مقصود طب هتعرفها ازاي عرفنا بقى عرفت بقى يعني عرفتوا ليه بقى انا قلت هستيريا من البداية اللا منطق عارف انت دخلت في مرحلة اللا منطق اصبح عندهم تخلف عقلي في كل شيء ايه اللي بتقوله ده اللي انا بقوله ده طب ارجوكوا اعتبروا ان انا ما قلتهوش ورجع انت وراي ده كلام منشور وموثق تخيلوا اللي يقرأ ورق عن حماس اللي يدخل على المواقع التواصل الاجتماعي عن حماس ويعمل له لايك او يقول له مثلا تعطفنا معك او اي حاجة تاني يوم هب هاتو خلينا الوقتي ناخد رأي دكتور احمد فؤاد انور استاذ العبري الحديث بجامعة اسكندرية دكتور احمد مساء الخير عليك اولا دكتور احمد مساء الخير عليك طيب لحد ما يعود لنا دكتور احمد يعني في النقطة دي بقى في عندي ايه الحكومات او الجيوش النظامية او تقدير في حاجة اسمها جماعة دايما اسمها تقدير موقف واضح ان الناس دي ما عندهاش تقدير اصلا صدقوني الناس دي واضح انها واصلا مرحلة ارتباكية لم نراها لهم في حياتهم من ايام 73 طبعا انتوا عافين 67 ما كانش في حرب او حد يضحك عليك ويقولك ان ال 67 احنا حاربنا او هم حاربوا خالص والله اسلحة فاسدة هم دخلوا بطيراتهم اضرابي عم الله اكبر احنا فست مين يا سيدي انت قابلت مين زي اللي انتوا بتقولوا زي اللي انتوا شايفينه ده يقولك الحرب على غزة حرب مين هو فين الجيش التاني كلمة حرب زي ما اتفقنا لازم يبقى فيها جيشين نظاميين عشان يتعلق عليها حرب لكن اللي قدامي ده لا لا ده ابادة سواريخ دبابات طيارات جي بي اس راسد كل التحركات اضراب يعمل من بعيد لكن اول ما يدخل ورا المركافة او جوه المركافة اديكم شفتوا بنفسكم اللي بيحصل لهم ايه ده انا شفت مشهد هم بينسحبوا لم اراه في حياتي انت بتنسحب وبتجري كده من مين ده المقاومة كلها على بعضها تقديراتها بتقول انها تلاتين الف كويس كده جنود الاحطيات مع الجنود الموجودين كام تلتمية وستين الف يعني تلاتين الف وطبعا تلاتين الف مش مكان واحد بيجروا كل دول ويقول لك احنا اقوى شعب فعلا احسن ناس تهجس وتقول كلام في الاوانط احسن ناس تطلع شعارات هم دول هو انسان الجيش اللي لا يقهر التكنولوجيا المتقدمة التي لا يمكن اختراقها في ساعتين زمن في ساعتين زمن الخففيش والخففيش طبعا هو اللي ايه عارفين انتو المروحة اللي بيبافيها اللي بيسموه البراشوت ده وامو معدين في ساعتين وعبوا الناس في عربية ولجب ساعتين